أهلاً بالجميع، أهلاً بكم في قناتي، أتمنى أن يكون الجميع بخير لقد سجل فيمن بي تي اس إنجازاً استثنائياً آخر تجاوزت أغنيته سلودانسن 3.9 مليار استماع على سبوتيفاي هذه الأغنية هي من ألبومه المنفرد الذي صدر في سبتمبر من العام الماضي توقف اعتباراً من العشرين من يوليو، سجل الرقص البطيء 3.918 مليون بث على سبوتيفاي تمكنت أغنية سلودانسن من البقاء على مخطط سبوتيفاي العالمي لمدة 84 يوماً ممن يجعلها واحدة من أغاني البوب الكورية المنفردة التي تتمتع بأطول فترة بقاء على المخطط ليس هذا فحسب، بل ظهرت هذه الأغنية لأول مرة أيضاً في المركز 1.5 على بيل بوردهوت والمركز 102 في مبيعات الأغاني الرقمية والثالث عالمياً باستثناء الولايات المتحدة والرابع على جلوب المائتان هذا حقاً إنجاز عظيم لام في في المملكة المتحدة، ظهر ألبوم سلودانسن لأول مرة في المركز الأول في مخططات التنزيلات الفردية والمبيعات الفردية وبقي لمدة 11 أسبوعاً وحطم رقماً قياسياً جديداً لعازف الكيبوب المنفرد وصل ألبوم ليوفر، الذي يحتوي على هذه الأغنية، أيضاً إلى المركز الأول في مخطط تنزيل الألبوم ممن جعل في أول عازف منفرد لموسيقى البوب الكورية يصل إلى المركز الأول في مخططات الأغاني الفردية والألبومات في المخطط الرسمي للمملكة المتحدة في وقت واحد هذه الأغنية عبارة عن مزيج من أصوات السول في السبعينيات وموسيقى البوب R&B، وهي فريدة جداً ونادراً ما توجد في موسيقى البوب الكورية حتى أن بيلبورد صنفت ليوفر على أنه ثاني أفضل ألبوم كيبوب لعام 2023، حيث أشادت بالجزء المنفرد للفلوت في نهاية الأغنية وهو أمر رائع ويظهر رؤية في الموسيقية غير العادية كما أدرجت المجلة البريطانية الشهيرة تيموت توقفاً في قائمتها لأفضل ثلاثون ألبوماً لعام 2023 ممن وضعها في المركز التاسع عشر الجميع كان ذلك لفيديو اليوم شكراً جزيلاً للمشاهدة ماذا تعتقدوا؟ اكتب في قسم التعليق نراكم في الفيديو التالي اعتني بنفسك وداعا